بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب الجزء دوت والجزء الخامس في الفصل الأول لمادة نظم التشغيل وفيه هنكمل كلامنا عن النبذة التاريخية اللي احنا قلناها مع بعض عن ايه بدايات او كيف بدأ نظام التشغيل جميل احنا كنا وقفنا في الجزء اللي فات عن أنظمة التشغيل ذات الأغراض العامة مش كده وقلنا ان كان ايه كان single user بس اللي كان بيستخدم الجهاز ما كانش متاح لحد تاني وفي أوقات محددة طبعا الكلام ده كان له عيوب دروباكس طبعا ولا مش كده ايوه ده خال كده انك انت الوحيد اللي بتستخدم الحاسب الألف وقت محدد وانت لك وقت محدد بس في اليوم تستخدمه فيه في وقت معين واحنا كنا اتفقنا من الساعة 2 مثلا للساعة 3 ده مثال صباحا طبعا موضوع متعب جدا اه مش كده طيب اذا الموضوع ده كان من عيوبه انه ان كونفينشنت فور يوزر غير مريح للمستخدم طبعا لما حد يجي يقولك تعال من 2 ل 3 الصبح علشان تستخدم الجهاز ان كونفينشنت غير مريح ايه كمان كان وستفول للكمبيوتر تايم كان مضيع لايه للوقت الجهاز ووقتك انت كمان مش كده ولا ايه اه يبقى اذا كلام ده كله كان عيوب وكانت فين فيه الاجهزة ذات الاغراض العامة اول ما بدأت لكن في منتصف الخمسينات يا جماعة في منتصف الخمسينات ظهر ما يسمى بالباتش بروسسينج سيستمز يعني ايه يعني الانظمة او الحاسبات اللي بتستخدم مجموعة من الحزم وايه المقصود بمجموعة من الحزم ان مثلا انا كيوزر عندي داتا محددة عايز اعمل لها معالجة على الكمبيوتر لنفرض ان فيه واحد زميلي عنده داتا شبيهة بيها او بيستخدم داتا قريبة من الداتا بتاعتي او اجزاء من الداتا بتاعتي ايه المشكلة يعني لما ندمجهم مع بعض فيما يسمى بالباتش الحزمة يعني ما نعودش بقى احنا الاتنين نستنى التوقيت واحد يدخل من اتنين لتلاتة واحد يدخل من تلاتة لاربعة ومن اربعة لخمسة ما نفعش اذا ايه رأيكم ندمج العمليات المتشابهة مع بعضها بحيث ان كل يدخل مع بعض في وقت واحد طبعا ده ميزة ميزة في توفير الوقت شوف بقى الفكرة بتقول ايه اه الاي دي هلا انا كلمت فيها شوف يقولك ايه يقولك combine ايوا صحي كده combine multiple user jobs into a single batch job اه كل واحد له عدد من محدد من العمليات يدمجها مع بعضها بعض مع user تاني علشان تبقى single batch job واحدة بس نقدر ندخل للحاسب الآلي يبقى كده انا وفرت وقتك ووقتي مش كده طب ايه كمان يا جماعة تعال نشوف مع بعض كده وبيقولك كمان users would submit jobs on cards اه او tab يبقى احنا كنا هنستخدم دلوقت cards او tabs مش كده او ايه اشريطة to computer operator عشان يشغل مين الحاسب تمام طيب يبقى عشان يشغل الحاسب عشان المشغل الحاسب يبدأ يشغل الحاسب هيستخدم ويستقبل منك لاما cards لاما ايه لاما tab وايه كمان الoperator اللي هيشغل الحاسب would combine هيدمج بقى multiple jobs اللي شبه بعضها يدمجها في حزمة واحدة انتو ايه جماعة single batch وايه كمان يا جماعة بيقولك each user job would be executed in turn وكل وظيفة هتتنفذ حسب دورها جميل طيب وكمان في الاخر ايه بيقولك users received the output وبي ايه اليوزر بتاخد الاوبت دوت لما كل الجوبز تخلص معا ايه في وقت واحد مع بعضها يعني مفيش واحد بياخد قبل التاني الايه الاوبت بتاعه جميل يبقى دوت كانت سنة كما جماعة في منتصف الخمسينات طيب نبدأ نشوف بقى اول ظهور لنظام التشغيل شايف الشكل قدامك دوت الشكل دوت اللي قدامك بيقول انا الممري في اول بداية نظام التشغيل اللي هو مين بقى اللي هو ظهر مع الباتش سيستم ده اه بدأنا نحتاج نظام تشغيل بقى ايوه يبقى اذا في الباتش سيستم انظمة الحزمة هنبدأ نتكلم على نظام التشغيل وكانوا بيقولوا على نظام التشغيل دوت هو نظام التشغيل البريمتف البداي الاولي وفي نسألت على الانشانت القديم مش كده اه وكان نظام التشغيل ده يا جماعة بيسموه الريزدانت منطر المراكب المقيم ليه لانه كان بيحتل جزء من الزاكرة زي ما انت شايف كده هورهولك دلوقتي جزء من الزاكرة اللي هو الجزء الاولاني ده يحتل جزء منه ويقعد قاعد يرائب الزاكرة اللي قدامك ده ويشوفه اليوزر بروجرام يعني ايه يعني ايه البرنامج اللي دخل مين ويه راقبه ويشوفه ويه تابعه بدأ يتابعه مش كده بدأ يبقى له ظهور اذا نقول مع بعض ان البرماتف انشانت اوبريتنج سيستم انتشارج اوف اكسيكيوتينج زا باتش جوب كان مسئول عن ايه تنفيذ الباتش جوب اللي حتفقنا عليها وكان اسمه ايه يا جماعة كان اسمه الريزدانت منطر المراكب المقيم قاعد في الزاكرة شوف حتى كاتب لك يقول لك ايه اترزايدت بريمينتلي الميموري قاعد موروش حاجة في الميموري اتمنطر وكان بيرائب تنفيذ كل ايه كل جوب انساكسيشن في حالة انها انتهاء انتهاء ناجح طيب كان له اجزاء كان له اجزاء نتكلم فيها مع بعض بيقولك ان البرتس اوفريزدانت منطر كانت ايه كانت مترجمات لمين للكروت اللي احنا اتفقنا عليها ديت كان فيه واحد يترجم اللي مكتوب على الكروت وفيه جزء اسمه اللوودر اللي هو خاص بالتحميل ويقصد بها تحميل برامج الانظمة لود سيستم بروجرامز وكذلك الابليكيشنز انتو ميموري مسؤول عن عملية التحميل وكمان ديفايز درايفرز اللي هي درايفات الاجهزة اللي هي بنسمها كنترول بريفيا الديفايز اللي هي الايه الاجهزة اللذي ايه ملحقة والمسؤول عن عملية التحكم تعالي نشوف النوت دي يساوى مع بعض بيقولك ايه هنا بيقولك وينزا منوتور ستاردت اجوب لما المونوتور دو تيبتدي الوظيفة اتهندد اوفر كنترول اوفر كمبيوتر بيتحكم في ايه وظايف الحاسب الآلي توزاة جوب لهذه الوظيفة وكمان بناخد كنترول بنتحكم في الكنترول ورجين دول الكنترول هو ان جوب ترميناتد لما ايه الوظيفة تنتهي زي نستاردت زي نيكست جوب وبعد كده نبتدي ايه الوظيفة اللي بعدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة